بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى أليه وأصحابي أجمعين أهلا بكم حبايب في فيديو جديد من يوميات أسرة بسيطة جاييني النهاردة من عند مؤسسة تلت التمن عشان نشوف العروض والخصومات الموجودة في المحل طيب المحل ده فينا جماعة بصوك إحنا بشارع سعد زغلول شارع سعد زغلول في بداية وكده جنب محل اسمه فينيسيا تمام وفي وش دار المعارف أدي دار المعارفة هي وفشها يعني يعتبر في أول شارع سعد زغلول هندخل طبعا نتفرج بصوا بقا تعالوا كده نبتزي من بره بسم الله الرحمن الرحيم بصوا حبيبي عندنا مثلا الجاكت ده بمية وعشرة ده بعد الخاص تمام هنشوف بقا جوه الأشكال والحاجات ده مثلا الشال ده برضو بمية وعشرة الشال ده كده بمية وعشرة في جاكت اهو في درس فيه البرولول لفوق ده بمية وعشرة برضو تمام احنا دلوقتي بقا هندخل نتفرج ونكمل بقية الجولة بتاعتنا بصوا كمان الناحية التانية طبعا نحب أوريكم منبرة الأول كده هندخل نتفرج على الموديلات ونشوف ايه الحاجات تمام ونشوف الأسعار والتخفضات وكل حاجة تمام تعالوا بقا حبيبي ده كده من بره تعالوا بقا ندخل جوه ونشوف الأسعار ونكمل بقية الجولة بتاعتنا ان شاء الله يلا هنبتدي الجولة بتاعتنا طبعا في درس قدامنا كده في الدخل حبيبي عندنا الدرس ده بمية وعشرة المحل المقاسات أكبر مقاس فيه تلاتة اكس وفي حاجات هنشوفها للأوفر سايز ده كده بمية وعشرة والجاكت اللي جنبه ده بمية وخمسة فيه كمان البزيكات عندنا البزك ده بخمسة وسبعين ده للمقاسات الصغيرة والبزك اللي جنبه ده للمقاسات الكبيرة بمية جنيه اللي هو المقاسات الصغيرة دي مفوشة للأبيض والبني والأحمر المقاسات الكبيرة فيه أكتر من لون هنشوفه دلوقتي مع بعض بمية طبعا كان بميتين بقى بمية والصحابيبي فيه منه الأزرق اهو وفيه منه الجري وفيه منه المستردة وفيه ألوان تانية كمان زي الموف ده اهو دي الألوان بتاعته كزا لون طبعا بمية دي بقى للمقاسات الكبيرة بذك كده حلو برضو وعندنا على لبني طبعا الأنسة ساعدتني في المحل أنا بشكرها والله هي أنسة صارة وقعدت تفرجني يعني على الحاجات وكده عشان عارف أصورها ده برضو من الشميزات الحلوة اللي ممكن تلبسي بقى وقت الخريف بصوا الجاكت اللي جنبه ده حبايبي بمية وخمسين ده بقى بالكابيشو شاموة برضو وده زي الكروهات اللي فات بس من غير كابيشو بمية واربعين طبعا حضراتكم شايفين الأسعار عندنا برضو الجاكت ده مية واربعين مش طويل قوي وبقى ستكده من تحت شاموها برضو وصصة وكابيشو في منه البنية هو وفي منه الأسود وفي منه اللون اللي هو الفيروزي فيه ده كده هو ألوانه وهي عشان تشوفوها برضو البنية هو ده فيروزي على فكرة وفيه البنية الغامل وفيه كمان على سيمون وفيه أسود فيه أكتر من لون من الجاكت ده فيه عندنا برضو حاجات زي كده بلوفرات بس دي بقى للمقسات الصغيرة اللي هي بتبقى زي كده إيه مفتاحة من عند الدرعات الروز والموف وعندنا هي المستار ده فيه حاجات فيه منها مقسات وفيه حاجات اكس و اكس لارج لارج و اكس لارج بس الجاكت هقول لشوفنا من شوية دي ألوان وهي مش طويل قوي يعني متوسط وبسوس ده و حزان و كابشو انا لقيت الاسعار حلوة فقلت نبقى مع بعض كده في الجولة البنطلونات الناحية دي اي بانطلون بمية واربعين اكبر مقاس عندهم في البنطلونات تمانية واربعين مقاس تمانية واربعين لان هنشوف بانطلونات تانية كمان بصوا فيه اول هاي وستهو وفيه اللي هو الكاتينج ده او المخاربش دول بمية دول طبعا شكلون مقاسات صغيرة فيه الناحية التانية دي اي بانطلون بمية خمسة وسبعين جنسات بقى جري على جري وعلى اللون اللبني الجنس فيه حاجات كتير لسه مشوفناهاش فيه حاجة زي كده جاكت كده مش طويل قوي ومش قصير برضو شموى بمية هون وديه ألوانه فيه كمان الجاكت ده بمية خمسة وعشرين الجاكت ده برضو للمقاسات الكبيرة هم دايما بيجددوا يعني دايما بيجيبوا حاجات جديدة كلما مرة أروح الأيوم جايبين حاجات جديدة بتخلص ويجيبوا على طول فإحنا عملنا فيه جولة قبل كده بس كانت حاجات غير دي أول الشتاء غير دلوقتي غير بعد كده في الأوكازيونات عندنا برضو بلوفر طويلة هون بمية وعندنا الشال ده بمية وعشرة طبعا الشال ده لأي مقاس فيه منه النبيتي الأبيض اللبني المستردة الأحمر وفيه الروز وفيه الكحلي ألوان كتيرة منه وفيه البلوفر ده برضو لغاية 2X كده طويل يعني تونيك كده تونيك تريكو فيه بقى الجواكت الجاكت ده بمية وخمسين من غير الشيميز والجاكت اللي جنبه ده برضو بمية وخمسة وعشرين أهو بصوا دول دول مفيش كتير منهم هم اللونين دول بس زي ما بقول لحضراتكم على طول حاجات بتخلص عشان أسعارهم يعني في متناول الجميع وفيه ده بمية وخمسة وعشرين وده بمية وعشر اللي هو عليه إشر السمكة كده ده اللي كنا شايفينه من شوية يجازلون منه هو شايفين حبيبي شاكلهم حلوة قوي يعني البنانيت هيلقوا حاجات كتيرة جدا وأسعارها حلوة ده مفيش منه للنبيتي والجري بس يعني هم لونين دول اللي موجودين وإشر السمكة هول نقشة دي بمية وعشرة جريين نبيتي فيه اسود فيه ده برضو اللي جنبه ده زي بلوفر كده برضو مفتح من عند الكمام بمية وخمسة وعشرين مقاسات برضو صغيرة مش كبيرة احنا برضو مش هنزعل المقاسات الكبيرة هنلاقي حاجات برضو مقاسات كبيرة زي مثلا ده كده أهو ده الشال لكل المقاسات طبعا بما فيهم المقاسات الكبيرة بمية بس ودي الفتحة هي اللي بتطلع يدرعك منها اسود ومبيتي ههو ومستردى فاتح وغامق وعلى موف وعلى جري وعلى عسل وفيه اللون اللي هو الجريم منت ده فيه كمان حاجات تانية هنشوفها فيه جوه كمان لستة فيه الدرس ده بمية وخمسين طبعا من غير الشميز وممكن يبقى بيزك درس كده القسود فيه منه فيه حزام كمان بقى شكله شيك قوي ومبيتي والدرع بتاعه وفيه القشر السمكة اللي هو شفناه كتير قوي شكله شيك يعني شكله حلو بصراحة وسيمبل كده فيه اللي جنبه ده برضو كت كت بس شمواه وتلبسي بقى تحتيه بقى بيزك تلبس تحتيه شميز دي ألوانه وبرضو المقسات اللي مش كبيرة قوي بمية وخمسين بعد تلتمية لو دخلنا جوه بقى في المكان اللي جوه هنلاقي برضو حاجات تانية عندنا فساتين وعندنا كمان الكارديجان بصوا حبايب الفستان ده وان صايز بمية وعشرة فيه منه اللون الأخضر اللي عليه الزجزاج ده والدراعه قدام حضراتكم طبعا هو من غير الشميز ده بمية وعشرة فيه منه اللون ده الأخضر وفيه منه المسترده وهنشوف كمان لون تاني منه وطبعا الكارديجان الطويل كارديجان طويل بمية خمسة وعشرين هنشوف دلوقتي اللون التالت احنا قلنا لون الأخضر واللون المسترده وكمان فيه اللون اللي هو الكاشمير ده من الفستان اللي هو زي الزجزاج كده فيه برضو حاجات زي كده دي بقى للمقسات الكبيرة بمية وعشرة بلوفر طويل وكبير واسع يعني طول ووسع والفستان ده بتسعين المخطط بقى على تخطيطه كده فيه على كاروهات كمان كزا بقى شكل كاروهات بقى على رصاصي على اسود على كحلي ده برضو وان سايز فيه البزيكات دي بخمسة وسبعين وفيه بزيك كت هنشوفه دلوقتي باربعين بزيك الكت ده باربعين الشميزات بقى اللي جنب البزيك ده اي شميز بمية جنيه واكبر مقاس فيه اتنين اكس فيه برضو حاجات زي كده البنطلون ده بمية وعشرين فيه كمان ده يعتبر بزيك ويعتبر كده ميني درس صغير طبعا ده للمقاسات الصغيرة بيبقى جاي فوق الرجبة يعني المحل هنا هتلاقي مثلا مقاسات البنات اللي هما سن المراهقة كده الجامعات وبردو فيه حاجات بسيطة مقاسات كبيرة وعندنا اللي هو اللي كنا شفنا دلوقتي مقفول الملون ده بمية ده بقى أوفر سايز بقى ده يلبس اي مقاس اي مقاس اهو اللون اللي تحت هو اللي بيختلف بقى بصوا حبيبي ده بمية خمسة وعشرين فيه اللي جنبه ده بمية وعشرة اللي هو الكاردجان الملون وفيه كمان فساتين البنات اللي بتحب الدرسات اهو الدرس ده بمية وعشرة بردو وان سايز عايز بقى لايه الأجسام الصغنونة ألوانة هي كتير منه بني وجري وفيه عسلي وفيه بني آه فيه الكاردجان اللي هو القط ده بردو لكل المقاسات فيه كزا لون منه بردو دي الألوان بتاعته طبعا احنا عملنا جولة سريعة في محل تلت التمن قلنا لحضراتكم آه على الوصفة سهلة جدا احنا عملنا أكتر من جولة عنده وشوفنا الأسعار بتاعته آه يارب الفيديو يكون عجب حضراتكم وطبعا فيها حاجات وفيه موديلات كتيرة جدا يعني عايز أقولكو آه فيه موديلات كتيرة بس هو الأكتر الأكثر للمقاسات اللي هي ايه الصغيرة يارب الفيديو يكون عجبكم ما تنسناش في اللايك والشير